موسيقى 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 فلاش الكانالا انفرس بايس اهلا بكم يواجه المنتخب الوطني المغربي الثلاثاء المقبل نظيره منتخب جنوب افريقيا على ارضية ملعب لاورينت بوكو برسم ثمون نهائي كأس امم افريقيا بعد تصدر الاسود للمجموعة السادسة برسيد سبع نقار قررت لجنة التأديب في الكاف ام سن الاربعاء فرد غرامتين ماليتين على الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم الاولى قيمتها 20 الف دولار امريكي بسبب الاحداث التي شهدتها مباراة الاسود امام منتخب الكونغو الديمقراطية والثانية قيمتها 10 الاف دولار منها 5000 دولار موقوفة التنفيذ بسبب استعمال الجماهير المغربية للشهوب الاصطناعية في المباراة التي جمعت الاسود بمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء دور المجموعات ستنطلق البطولة الاخرى هكذا صرح عميد المنتخب الوطني المغربي عمان غانم سيس بعد نهاية المباراة التي جمعت اصود الاطلس ام سن الاربعاء بالمنتخب الزامبي لحساب الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أفريقيا أصفر دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكودفور عن تسجيل تسعة وتمانين هدف بستة وتلاتين مقابلة بنسبة اثنان فاصلة سبعة واربعين هدفا في كل مقابلة ويتصدى اميليو سوي نجم منتخب غينيا الاستوائية قائمة هدفي الكارن بأسيد خمسة أهدف بعد تسجيله للهاترك في شباك غينيا بصاو وهدفيني على الكودفور بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الموجل شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء